مشاهدين مجاز الأهم وآخر الأنباء مع دينا تفضل يا دينا شكرا لك بسانت أثى مننا صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى عاصمة السربية بلجرادا وكان في استقباله رئيس السربي أليكزندر فوتيتش وذلك بمطار العاصمة وصارح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الزيارة تشهد عقد مباحثات مكثفة مع الرئيس السربية بالإضافة إلى مقابلة رئيس البرلمان السربي لبحث أليات تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين الجانبين فضلا عن النظر في سبل التعاون والتنصيق على الصعيدين الدولي والإقليمية كما سيلقي الرئيس سيسي كاليمة في جامعة بلجرادا تتضمن تركيز على مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين فضلا عن استهراض محادثات السياسة المصرية تجاه أهم القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة أكد المنصق العام للحوار الوطني دياء رشوان الحرصة التامة من مجلس الأمناء داخل أعمال الجلسات على فكرة الشراكة للخصومة والتوافق على أساسيات العمل وخلال مؤتمر صحفي عقب انتهاء ثاني جلسات الحوار الوطني بمقار الأكاديمية الوطنية للتدريب للإعلان عن نتائج ومخرجات للجلسة ثمن مجلس الأمناء قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسي عن بعض المحكوم عليهم وذلك بعد استعراض الإجراءات والقرارات الجمهورية التي صدرت بالعفو عما لم يشارك ولم يحرد على العنف ولم يخرب وأكد رشوان أن المحور السياسي بموضوعاته ولجانه الفرعية جاهز الآن وسيتم البدء بتحديد جلساته وهذا ما سيكون منوطا به مجلس الأمناء في اجتماعه القادم التقى سفير مصر لدى كندا أحمد أبو زيد مع نائبة وزيرة الخارجية الكندية مارتا مورغان وذلك لتسليم الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الرئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لحضور فعليات الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر أطراف التفقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في شرم الشيخة وعقب اللقاء صرح السفير أبو زيد بأنه أعرب عن تطلع مصر لمشاركة رئيس الوزراء الكندي على الدور القيادي الذي يقوم به دوليا في موضوعات التغير المناخي وتوفير التوميل الدولي لتخفيف الأثر المناخية على الدول النامية قال الرئيس الروسي بلاديمير بوتين أن شركة الطاقة جاز بروم مستعدة للوفاء بالتزاماتها بشأن صدرات الغازة وفي تصريحات صحفية قال بوتين أيضا أن جاز بروم ليست مسؤولة عن تقليص الساعة نقل الغازة بما في ذلك إغلاق أحد الطرق المارة عبر أوكرانيا إلى أوروبا بوسطة كييف ذكر البيت الأبيض أن روسيا تماهد الطريق لضم أراد أوكرانية وتنصب مسؤولين ليكونوا وكلاء لها في المناطق التي تسيطر عليها وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن موسكو تستعد لتنصيب مسؤولين بالوكالة واعتماد درب العملة الرسمية وإكبار المواطنين على التقدم بطلب للحصول على جنسية روسيا في المناطق الأقرانية التي تسيطر عليها قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن القانون سيطبق على كل من سيحاول بأي طريقة كانت المساس بحق الشعب صاحب السيادة بتعبير عن إرادته بكل حرية وأكدا ضرورة الاستعداد الكامل استفتائي على مشروع الدستور الجديد جاء ذلك خلال لقاء سعيدة برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن حيث استعرض عمل الحكومة في مختلف القطاعات وخاصة في المجال الاقتصادي والاجتماعي وركز الرئيس التونسي خلال اللقاء على ضرورة التزام الجميع بالقانون منبها إلى أن بعض الجهات المناوئة لسيادة الشعب تحاول يائسة إفشال هذا المواد التاريخي المهم بشتى الوسائل التي دأبت عليها في السابق ختم المنجز الثامنة فاصلوا لحظاتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر